هياك الله يا أستاذ إبراهيم يا أستاذ الساحل كلنا نعرف قصيدة القصيدة المشهورة التي كتبها العلامة العقيلية في لعزان نعرفها لعزان أني من هواك لشيكي وستمسكين لبربرين غناتي وكلنا أولعنا بهذا النص منذ طفولتنا بالمناسبة هذا النص كان مقررا علينا في الصفة الخامس الابتدائي في كتاب المحفوظات كان مقررا في كتاب المحفوظات عام 1400 وثلاثة عرم أني كنت في الصفة الخامس في هذا التحييق أو 1400 وربعة وكنت أحفر جزءا من هذا النص منذ ذلك الوقت وظل عالقا في ذهني لما كبرت وعرفت أن أنني لي ميشعرية وأحب مزاورة الشعر وكنت أتمنى أن أكتب نصا لجازان على على غرار هذا النص أو على بحره وقافيته ولكن بطريقة وتناول ومعالجة مختلفة تماما لطريقة العلامة العقلي وطبعا الفضل للمتقدم كما يقولون فنحن عيال عليه أستاذنا وشيقنا وشيق أساتذتنا أيضا فشاء الله لي أن أكتب هذا النص قبل عسرة عوام أو أكثر ربما ربما أكثر والحمد لله كان له صدا طيبا لدى المترقين وأستطيع أن أقول أن فيه شخصيتي يعني استطعت أن أن لا أقع في فخ التأثر بشخصية العقيل وطريقة تناوله وموضوعه طريقة تناوله وموضوعه لنصه يعني بعيد كل البعد عن الموضوع الذي تناوله والطريقة التي استخدمها العقيل في كتابة نصه هذا على يعني من باب اعتداده بنفسه ولكن قد يكون لدى المترقين والنقاد أرى أخرى ولهم الحق في ذلك ولكن أحمد الله أني استطعت أن ولو لبعض يعني أقل جهد ممكن أن لا أقع تحت طائلة تأثير نص العقيل الذي هو نص كاريخي نعرفه وحفظناه منذ صغير